سوف نبدأ بالسميلي ما يعني السيميلي؟ سيميلي هي مختلفة بشكل مختلف مختلفة مختلفة ما يعني السيميلي؟ هي عبارة عن تشبيه شي بشي باستخدام واحدة من هذه الأدوات مثال على ذلك هير ويلتس ار سويت لايك هوني يقول سوالفة حلوة مثل العسل شبهنا السوالف بالعسل واستخدمنا اللايك هاي الأمثلة مهمة جدا أمثلة خارجية واني ما يعني انت كطالبة يعني اذا تريدين تاخذين نصيحتي من شخص عنده خبرة بالتدريس انت بعدش طالبة ثاني متوسط انا ادرس جامعة بعدش طالبة ما طبع اعدادية ولا وصلة سادس انا ادرس جامعة واعرف شنوه هذه المادة واعرف الواحد شلون يقراها يعني شلون الواحد يبدو بيها وشلون يقراها صح وشلون يتعلمها لذلك اخذي نصيحة من عندي لا تظلين من شلبة بس بالكتاب حاولي تطلعين اشياء خارجية اشياء يعني صيغة اخرى مثلا السيميلي ناخذها باكثر من تعريف على مودة الاستاذ من يجيب النياه حتى لو يجيب النياه وغير تعريف نحن نعرف طيب اذا هو قائل السيميلي هي مقارنة ما بين شيئين غير متشابهين باستخدام لايك و لاز مثال على ذلك هير ويرتز ار سويت مثل هاني مثل هاني sorry انت جميل كتلك الصورة او كتلك اللم اللوحة life is like a dream الحياة وكأنها حلم اذا كل هذاني استخدمنا بهين اللايك كل هذاني استخدمنا بهين اللايك النوعية الثانية وهي الميتافور يقول هنا it's an implied simile هو عبارة عن مثل التشبيه ولكن مخفي a metaphor considered a form of simile in which a comparison between two different objects and shown without using اذا هو عبارة عن مقارنة ما بين شيئين يشبه السيميلي بس ما نستخدم اللايك والاز ما راح نستخدم اللايك والاز يقول يقول بهاي الأمثلة عندنا مجموعة أمثلة هنا في المثال الأول يقول يا أخوان هاي الأمثلة صعبة أغلب الطلاب شي يسوي أكم الله حضر ده أقوله من يشوف مثال صعب يعوفه هذا غلط شبير جدا بالعكس أنا لما أشوف مثال صعب وما أعرف شنو معناه ما عرف شنو معناه هذا المثال بالذات أنا لازم أقرأه وركز عليه ليش لأن هذا المثال هو اللي راح يعلمني هذا المثال هو اللي راح يعلمني مثال على ذلك يقول he is the vulture of the state he is the vulture of the state he is the vulture of the state كلمة vulture vulture هو طلاب ما يعرف شنو معناها vulture كلمة vulture يعني نسر طائر state شون نقول ولاية state الولايات المتحدة يعني دولة هو نسر الدولة هو نسر مالفة الدولة يعني شبهت شي بشي بدون ما استخدم like or ads شبهت الشخص بمن بالنسر he is هو نسر شبهت بالنسر بدون ما استخدم like or ads he is the star of the family هو نجم العائلة شبهت الشخص بالعائلة life is not a bed of roses الحياة فراش bed فراش الحياة والفراش شبهنا الشي بشي شبهنا الشي بشي هذا هو الميتافور هذا هو الميتافور آلاف الطلاب يومية يجوني استاذ استاذ لا ينطينا شكل وانت تنطينا شكل لا استاذك ما ينطيك شكل انت ما فهم شرح الاستاذ وتج يم تفتهم المادة تروح على المحاضرة الاستاذ يشرع بالانجليز ما تفتهم فانت تجعل يتقل شرح يختلف لا الشرح ما يختلف الشرح ما يختلف وبالعكس تاخذ مني معلومة ومن استاذك معلومة تتطور اكثر انت طالب جامعي راح تصير مدرس راح تخرج جيل كامل لا ضل عقلك محدود وتريد تحفظ بس لازم نستوعب نفهم نفهم شنه يعني ميتافور شنه يعني سيميلي استوعب المادة بعقلي براسي اللي يفهم ما يتعب بس اللي يحفظ يتعب هس انا عندي نوع من الفيقر سوف سبيتش يسمون هاي بريبول شنه يعني هاي بريبول يعني معناها المبالغة فتشي تبالغ بي يعني معناها عبارة عن اشياء تبالغ بيها اكبر من حجمها تزود من حجمها تنطيها اكبر من طاقتها تنطيها اكبر من طاقتها يعني مبالغة هاي بريبول يقول 10,000 I saw at glance floats of tears followed from her eyes فيضانات من الدموع نزلت من عينها هاي مبالغة مبالغة اكبر فيضانات تنزل مبالغة يعني الشيء اسم تبالغ بي هو هاي يسمون يقول رأيت 10,000 عشرات الآلاف الآلاف يعني في نظرة واحدة في لمحة واحدة يعني شون مبالغة دائما بالمبالغة يكون بيه رقم آلاف فيضانات من الدموع آلاف من يعني فشيء مبالغ بيه the clouds broke when he sneezed يقول من يعطس هو الغيوم تتكسر يعني مبالغة من اسم مبالغة هاي باريبول هاي باريبول ننتقل الآن الافة شيء اسم ال personification شون يعني personification ال personification معناها تجسيد او تشريص تعريف is unanimated object and abstract notions are spoken of us having life and intelligence الآن هذا التعريف يعني من تشوف انت تشوف التعريف يختلف عن الملزمة او عن الستاذك من تشوف التعريف تعريف صعب استاذ هذا ما نريد استاذ هذا صعب طبعا دائما الطلاب اللي مستوهم ضعيف يجي يقولون صراحي يعني العز علي طالب المستوى ضعيف في يقول الان الان اشي يقول ان personification في التجسيد او التشخيص اشياء غير عاقلة او اشياء غير حية و اشياء مجردة تتكلم شنو على ذلك امثلة خارجية اخر امثلة خارجية على متطور افكاري يقول امثلة امث 있다 يقول ان الخبرة هي افضل معلم افضل معلم افضل معلم الان هي الخبرة فتشي عاقل كلمة خبرة هي عاقل لا جمال خلينا الخبرة عاقلة خلينا انسان التسولف يعني انطيناها فتصفت كانحي فتشي خبرة خبرة انا متى اقول خبير دا اقول كلمة خبرة كلمة خبرة هل هي عاقل؟ لا لا لذلك انا فعلتها عاقل من قلتي مجددا مجددا لكن مجددا يقول الفرصة تجيك مرة وحدة ما معناها مجددا الخبرة دقت بابك الخبرة تدق الباب الخبرة زلمة اذا هنا شبهنا او انطينا الخبرة فتصفت كائن حي اللي هو يدق الباب بالجملة الاولى خلينا الخبرة تسولف بالجملة الثانية خلينا الخبرة يقول هنا لاي هاز نولكس يقول لاي هاز نولكس يعني لاي كلمة لاي مناء الكذب هاز نولكس يعني ما الى رجلين يعني شبهنا الكذب مثل الطائر اللي ما عنده رجلين مثل التمساح يعني شبهناه بكائن حي خلنا يمشي تايم و تايد ويت فور نون التايم ينتظر يعني هو تايم رجل حتى ينتظر ويت اذن البرسنفكيشن هو عبارة عن اعطاء صفة صفة جماد انطي صفة كائن حي الخبرة جماد انطيتها انطيتها مدرس الفرصة انطيتها انطيتها تدق الباب و الى اخره والكثير الكثير من الامثلة الحياة رقصت الاشجار لعبت كل هذه سمناها نأتي الان الى الانماتوبيا شين معنى كلمة انماتوبيا اللي هي معناها محاكاة الاصوات محاكاة الاصوات ان انماتوبيا is a figure of speech in which words are used to imitate sounds نفس التعريف اللي انت عندك تحفظ لي هذا تحفظ لي ذاك كلهم صح هاف التعريف ظل علي ماك اي مشكلة يقول بالانماتوبيا احنا راح نعيد الاصوات لانو لانو فت يعني فت اصوات اشياء مثال على ذلك الميو ميو صوت القطة ميونغ اف كات هممينغ اف بيز درونينغ افلايت هسنغ هسنغ فحيح بزنغ دونغ هاي الكلمات هذه كلتها انماتوبيا طبعا بالامتحان بالامتحان احنا نعرف كل قصيدة يا هي اللي بيها انماتوبيا واللي ما بيها انماتوبيا يعني نحفظهم نحفظهم ونحفظ التعريف ونحفظ عليه مثال واحد كلش كافي اي مثال تحفظ عليهم صح اي مثال تحفظ على الانماتوبيا فهو صحي بمعنى صوت الاشياء انماتوبيا بمعنى صوت الاشياء طيب عدنا ايضا الالترايشن شني معنى كلمة الالترايشن الجناس اسم الالترايشن وهو صوت صحيح في بداية الكلمة تجلب من الشعري وشكرا أو الصوت ونحفظ كلمة الالترايشن هي عبارة عن وجود الصوت الصحيح في بداية الكلمة في بداية الكلمة في نفس البيت الشعري. مثلا على ذلك اس اس اس، تا با با، تا 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 وإلى آخر. أيضا عندي هنا الكونترست، التناقض. هذا يحدث عندما يكون هناك تناقض بين شيئين. طيب، إذن بالكونترست دائما نلقى فد صورتين غير متشابهات مختلفتين تماما. صورتين ما متشابهة نلقى بيهم أشياء خلينا نقول يعني متباعدة يعني Life and death الموت والحياة مثلا على سبيل المثال فد يعني شغلتين خلينا نقول يعني واحد يحب الثاني يكره وإلى آخره من هذه الأمور. تناقض يعني القصورتين مختلفات عن بعضهم لبعض. عنده أيضا الألترايشن. الألترايشن تيكس فورم وفيفيد بيكتور باي ذي بويت مايبي تيك أنا آيديا كلير. طب كلمة الألسترايشن هي نفسها الإمج الصورة. لما نلقى صورة معينة. مثلا صورة الراعي وهو يغني بقرب الشاطئ. مثلا صورة البحار وهو يبحر في السفينة. لمن يستخدم صورة واحد يلعب واحد يغني ثلج متجمد. هذه الصورة الإمج اللي موجودة عندي بهذه القصيدة أسميها آني ألسترايشن. إذا قال لي وين الألسترايشن أشرح ليها أقول لي هاي وين وين أنا. إذا قال لي وين الإمج نفس الشيء. اللي هي الصورة. أيضا عندي الراعيشن. شنو معنى الراعيشن؟ يعني أعيد نفس الكلام حتى أؤكد على فكرة معينة. حتى أؤكر على فكرة. مثلا أقول بريك 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 بريك. ليش أظل أعيد بيها؟ أشارة على أن الحياة سوف تستمر. أشارة على أن الحياة. الأسنانس كذلك عندنا اللي هو السجع. شنو يعني السجع؟ يعني تشابه البيت الشعري في وسط القصيدة. عفوا أنت شابه صوت العلة. في البيت الشعري في نفس القصيدة. يعني أنا عندي جريند جراوند. يعني أسنانس سجع. أسمونا سجع. هذا هو اللي إحنا نسميه أسنانس. مثال على ذلك تون فون رون يعني لما ألقى القصيدة مالتي بها نفس نفس الأصوات العلة في نفس في البيت الشعري. وطبعا هذا قليل الاستخدام يعني. أنا دائما أنا ركزت على الأشياء المهمة. المهم بها ذني شغلات. عندنا الالترايشن شوية مهم. عندنا برسنيفكيشن مهمة. ذني كلش مهمة. ذني الثلاثة السيملي والميتافور والبرسنيفكيشن. كذلك عندنا الكنترست والالسترايشن والربتشن. هذني الستة. أهم ستة ذني صراحة. أهم ستة ذني. البقيات يعني مو كلش مهمة.